من جانبه أعلن الجيش الأوكراني اليوم أن سلاح الجو أسقط كل الطائرات المسيرة وعددها 13 طائرة التي استخدمت روسيا في هجوم ليلة الماضية على المناطق الجنوبية ودمر سلاح الجو طائرات مسيرة فوق مناطق زابروجيا وأوديسيا وديمبرو وبيتوفا كما استخدمت روسيا صاروخين من طراز S-300S-400 وثلاثة صواريخ باليستية في الهجوم وذكرت مجموعة القوات الجنوبية في أكورانيا أن إحدى الهجمات استدفت بنية تحتية حيوية في منطقة أوديسيا لكن الدفاعات الجوية صدت كل الطائرات المسيرة